تصريحات لرشد الغنوشي وتحركات للنيابة العلمية غير مقبولة غير مقبولة أصلا غير مقبولة وللسيد الرئيس كامل الحق مش من واجبه أن يعتبرها رسالة كيفاش نقوله أحنا مشفرة لا ثماشة ديها مجرد الحديث عن حرب مدنية أو حرب أهلي أو شيء من هذا القبيل هو جريمة الآن ما يحز في نفسه حقيقة يؤلموني ونحب هذيك تكون العبقرية تونسية هؤلاء يجعون بانتخابات ما فيه شك انتخابات غير نازيهة غير مشفة غير شفافة إلى خير المهم جاءوا بانتخابات لابد أن نصرفهم بانتخابات وانتخابات شفافة ونازيهة أنت تشوف هو كان ألف مليون ونصف جاب ولا ألف مليون ونصف جاب وقتلوا ألفين ونازيهة أخر حاجة جنيه ليس أربعمائة ألف هم ناس يعني بطبيعتهم منصرفون بالانتخابات مش تردهم لأبطال ما يحز في نفسي أنهم اليوم أصعوا يتظلمون والعالم يفهمهم هذا نفاق العالم قل لنا ليش العالم كله قاسب لا يكلم مبارك يعني عندك تخوفات نفهم من كلمك هناك تخوفات من أنهم يصبحوا ضحايا حسب كلمك بعد قضية تأمر على أمن الدولة وقضية رئيس حركة النهضة وفي وضع القضاء فيه ليس في وضع سليم هذا اللي يحز في نفسي يعني بشير شعو إله مربع التظلم أحنا مظلومين أحنا كذا أحنا كذا ويورطوا غيرهم من هذه القضية ما نحن مش نذكر ثم ناس حقيقة أن أحبابي توفاك الدراشنية متع الإنقاذ وندراشنو منحبهم مش فهم لكن اللغالب أكره أو هكا الفكر اللغالب ما نحن بهم موقف غير سليم ولهن خيط الفاصل في القراءات السياسية والقانونية أحمد نجيب الشابي من داخل جبهة الخلاص يقول هذي تصريحات سياسية العديد من الموجودين كلهم موجودين في جبهة الخلاص يقول لك هذي تصريحات سياسية النيابة العومية اليوم تحركت ولهن تحرك معها المجتمع الدولي شفنا بيانات من الولايات المتحدة الأمريكية شفنا بيانات من الاتحاد الأوروبي تدخل اللي حب نمشي فيه معاك هل هذا تدخل خارجي في شؤون الداخلية تونسية هذا لا ريبة فيه لشوف معنا هذا غير مقبول غير مقبول بمعنى شنوه لكن نرجع اللوم على روح لماذا تركت تونس نفسها في وضع معناها شماش نقول أنا يتسردك عليها ليجي مولا باش يعني هؤلاء يعلمون ثم نسمهم المصدقية الأوروبية الغربية عن نحن في العالم العربي كله وما في العالم الثالث المحكم تاحه هي القضية الفلسطينية هذاك الظلم يعني إذا كان الناس هضومة ومروا نشوف أنا الفرنسيس متحدث معهم بربي شوف راهوا الاخوان جي لباب بي نوف متاع 1852 كيف كيف يعني لا يعترفون بشيء مدني وإن تظاهروا بالاعتراف به وراني أنا نعرفهم أكثر من سيناجيب الشاب اللي هو حبيبي وخويا نعرفهم ليه معناه وقاسيته منهم الأمرين أما ليش مش نمشي لهذا يعني مذبية الأوروبيين حتى هو يعرفهم أيضا أحمد نجيب الشاب ولكن مشي معهم شوية وبر شوية وبر لو رأس خويا لا يعرفهم يعني أنا قريت معهم وقريتهم ونعرف الحكاية الكل نعرف ما يذمرون وما يعلنون الفرق بين ما يذمرون وما يعلنون نجيب الشاب مرة أخرى يخطأ المرمى ونقول بجد من إنسان نحترمه ونحبه وأريد له كل الخير فيه شك ليس هذلك موضعه لكن هذا أمر يهمه وهمه وحده المهم هو أن الحديث مجرد الحديث في هذه الظروف عن حرب أهلية أو شيء من هذا القبيل أو عن ندر شوء أو كذا يعني غير مسموح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر